لتعليق على الموضوع من ضغم اللينا في الستوديو الكاتب والبحث السياسي لأستاذ حسين السبعاوي مرحبا بك أستاذ حسين أهلا نسألن حياكم الله الثورة ثورة تشريين مستمرة رغم سياسة القمع والاغتيالات التي تنتهجها القوات الحكومية والميليشيات ما الأهداف التي تم تحقيقها وحققتها ثورة تشريين يعني حققت أهداف كثيرة طبعا كثير من المواطنين انتظرون فقط الهدف السياسي من تحقيق هذه التظاهرات رغم أنها حققت جزء من الهدف السياسي لكن ما حققته هو حققت هدف اجتماعي كبير لدى المجتمع العراقي الذي كان يعاني من صراعات طائفية وإثنية اليوم حدث الشعب العراقي وعادت اللحمة الوطنية هذا ما عجز عنه الكثير سواء أحزاب أو علماء أو مثقفين وكثير حاول أن يعيد هذه اللحمة الوطنية لكن هؤلاء المتظاهرين خلال شهرين أو أكثر بقليل أعادوا اللحمة الوطنية يعني أسقطوا الأحزاب الطائفية وأصبحت دكاكين سياسية فاضية لا يعني ليس لها أي حاضنة وليس لها أي جمهور سياسي بل أصبحت مفلسة سياسيا بعد هذه التظاهرات التي عادت اللحمة الوطنية إلى الشعب العراقي فالتحقيق الهدف الاجتماعي قد تحقق والهداف السياسي هي على شكل مراحل أسقطت الحكومة وهكذا هي مستمرة لحين تحقيق جميع أهداف وجهاء البصرة عبروا بعبارة مؤثرة جدا تحدثوا فيها أن ما يحدث اليوم في العراق هو انتفاضة ضد العملية السياسية التي اختطفت العراق منذ 16 عاما كيف تنعكس هذه العبارة على ما يشهده الحراك الشعبي في العراق؟ بالتأكيد من البداية كانت هي انتفاضة وقلناها أنه من خلال الأداء انتفاضة ومن خلال المطالب أيضا انتفاضة هي ليست مظاهرات من أجل مطالب خدمية وفئوية ووظيفية وإدارية هي كانت لها مطالب سياسية وفرضت نفسها على الساحة العراقية وعلى الحكومة العراقية بل على المستمع الدولي أيضا فرضت نفسها فإذا هي أحرجت الحكومة وأسقطت حكومة عادل عبد المهدي فهي نعم هي انتفاضة نحن لا نعيش في نظام ديمقراطي كالآلم الغربي مثل في بريطانيا أو في فرنسا أو غيرها نحن نعيش في عالم عربي يحكمه نظام فيقراطي ميليشياوي واستطاعت هذه تدارة أن تسقطوا فهي نعم هي انتفاضة بعنا الكلمة كما هو معلوم أن النفوذ الإيراني يعني كبير في العراق وهناك أيضا حتى وسائل الإعلام عالمية تحدثت عن محاولات إيران وعد هذه الثورة أو محاربتها أو حتى يعني سحب بساط السلمية من تحت أقدامها كيف تنظر إلى الدور الإيراني في مواجهة هذه التظاهرات لسيما وأن الميليشيات مدعومة من إيران يعني هو دور الإيراني السلبي من قبل 2003 ومستمره بعد 2003 إلى غيرها خصوصا في قصة العراق وفي موضوع العراق فالدور الإيراني هو سلبي مستمر الإيران أرادت أن يبقى العراقي هذه الفترة الظلامية ولا يرى النور من خلال التطليل الإعلامي عندما سيطرت على وسائل الإعلام العراقية كاملة اليوم تغرد معهم ضمن سربهم من سيطرت على قوى السياسية سيطرت على رجال دين الكل تغرد من ضمة إيران فأرادت أن يبقى العراق في هذه الظلامية الدامسة ولكن شباب العراق استطاعوا أن ينتفضوا ويروا للشعب العراقي النور من جديد فإيران جاهدة تعمل جاهدة باستخدام كافة الوسائل لعودة العراق إلى الفترة الضرامية ولكن أنها لها ذلك سيدة حسين في ظل هذه الرؤى المتناقضة بين الشباب على الأرض في الساحات الاعتصام والتظاهر والحكومة في مواقفها أيضا المتعنتة ومواقف القمع لهذه التظاهرات إلى أي مدى هذا الشيء دفع يعني لا نبرر العنف لكن دفع الحكومة للجوء إلى هذا القمع في الشارع ينول المتظاهرين ليس لهم رؤى مختلفة رأيتهم واحدة حددوا مطالبهم الرؤى المختلفة بين الشعب والحكومة بالتأكيد نعم بالتأكيد أنه الشعب يمثله المتظاهرين لديهم مطالب أساسية رفض الهيمنة الإيرانية عدم إدارة الدولة على أسس طائفية الفساد ومعالجة الفساد المستشري في الدولة العراقية فلابد أن يكون هناك فاصل ما بين الشعب وما بين الحكومة حكومة مبنية على أسس طائفية تقدم مصالح إيران على المصالح الوطنية أوغلت بالفساد اليوم الفساد في العراق أفقي وعمودي من القاعدة إلى الهرم جميع هؤلاء فبالتالي لابد أن يكون هناك حالة انفصام وحالة من عدم التلاقي ما بين مطالب المتظاهرين وما بين أداء الحكومة والحكومات أيضا السابقة فعملية الصراع مستمرة أعتقد المتظاهرين والشعب العراقي عموما سينتصر على هذه الحكومة مستقبل تيار الحكمة قال أن الضغط الشعبي للتظاهرات نجح في إفشال تنصيب مرشحي الأحزاب لرئاسة الوزراء هكذا تصريح من تيار الحكمة في هذه المرحلة وأهله الظروف بما تعلق عليه وكيف تصفه يلي تيار الحكمة تكلم عن الحد الأدنى لنجاح المتظاهرين أو ما حققها المتظاهرون المتظاهرين أسقطوا الحكومة التي هي معينة من قبل البرلمان وهي كما يقولون أنها اختارها البرلمان الذي يسقط حكومة لا يستطيع أنه يمنع مرشح من وصوله إلى السلطة فبالتالي المتظاهرين اليوم لهم كلمتهم في الشارع العراق لهم كلمتهم حتى في المستمع الدولي والإقليمي اليوم المتظاهرين ليست دون تأثير بالتأكيد محمد الشعق السوداني الذي أضعف دوره في الترشح لرئاسة الوزراء هو دور المتظاهرين ودور الشعب عمونا مؤيد للمتظاهرين وإن أرادت الحكومة أن تفرضوا على الشعب فمعناها ستعطي وقودا جديدا للتظاهرات في مليونيات جديدة أكثر مما كانت عليه لماذا تركيز على أسماء من النظام الحالي ومن العملية السياسية الحالية على قرار الكاظمي الذي يرأس المخابرات؟ يعني أنه اليوم صراع ما بين شعبه وما بين منظومة ما بين إيران وما بين العراق هكذا هو صراع مستمر ولكن لم يحسم لحد هذه اللحظة صراع مستمر الشعب العراقي انتفض الشعب العراقي بدأ يرى النور أعتقد ليس كل ما يروق لإيران سيكون في العراق أو سيكون مقبولا وليس بهذه السهولة سواء الكاظمي أم غير الكاظمي أي كانت الشخصية لابد من ترشيح شخصية وطنية تحمل مشروع وطني وإلا المتظاهرين المستمرون في هذا في تظاهراتهم وفي انتفاضاتهم والشعب العراقي ساندا لهم ومستمر معهم لحين وجود مشروع وطني لشخصية وطنية تتولى زمام الأمور في العراق سلمية التظاهرات على هذا النحو أكسب الثورة وأكسب هذه التظاهرات تعاطفا دوليا يعني المرحلة التالية من الردود الفعل الدولية تجاه هذه التظاهرات السلمية هل ستبقى في إطار الإدانات والتعاطف هل من خطوة تالية ممكن أن تحدث مستقبلا يعني أعتقد هو الموقف الدولي بدأ في تصاعد شيئا فشيئا رغم أنه دون مستوى الطموح ولكن الموقف الولايات المتحدة بدأ في تصاعد اليوم موقف بريطانيا والسفير البريطاني عندما صرح بأنه جميع الخيارات متاحة للدولة البريطانية هو عضو دائما دست الأمن أعتقد الموقف الدولي هو أفضل من حتى الموقف الإقليمي العربي لأنه الموقف الإقليمي موقف سلبي لأنه فقط إيران وهي دائما للحكومة والموقف العربي السلبي فالموقف الدولي أفضل من الموقف الإقليمي ولكن دون مستوى الطموح ما زال شعب العراقي يطالب بموقف أقوى وأشد لتحقيق مطالبه لأن العراق جزء من منظمة دولية لا بد أن يساعد المجتمع الدولي في تحقيق مطالبه ماذا بعد تأجيل تعيين رئيس وزراء بعد الإعلان الذي أعلنه برهم صالح عن تمديد المهلة؟ يعني أعتقد أنه هو الذي أجل هذا الأمر كان هو المتظاهرون في العراق لأنه لو سكت المتظاهرون و سكت الشعب العراقي على ترشيح محمد شاعس السوداء كان الأمر حسيم فهذا واضح دليل على ضغط المتظاهرون على ترشيح أي شخصية رئيس وزراء القادم ما لم يقبل به المتظاهرون لن يكون هذا الشخص على رأس السلطة التنفيذية في العراق فأعتقد الأمر سيستمر ولحظوا أيضا التشابه في قضية لبنان أيضا تأخير اليوم المشاورات صرح بها الرئيس اللبناني بأنه تأخير لأنه إيران تريد حلفاء أن يكون على رأس السلطة التنفيذية والشعوب ترفض هؤلاء فإذا عملية الصراع مستمرة والشعوب ترفض اليوم بعد ما عادت تتقبل أي ولاء لغير الوطن أي أن كان مهما كان هذا الشخصية أي أن كانت اسمها فأعتقد الصراع مستمر ولا يستطيع أن يحسن ما لم تكن هناك أيضا شخصية وطنية تحمل المشروع ذكرت أن هناك ربما تحرك أمريكي أو ردة فعل مختلفة أمريكية أو دولية فيما يخص ما يصفه البعض صراع النفوذ في العراق أو ما يصفه أيضا البعض أنه توافق أمريكي إيراني هل ترى أن هذا الأمر غريبا ربما نوعا ما بأن النفوذ أو الوجود الأمريكي في العراق حاضر ويعني اندلاء هذه الثورة وليس هناك من فعل حقيقي أمريكي على الأرض لا شوف نحن اليوم لا نتكلم سياسات الأمريكية لست سياسة ثابتة فقط النفوذ الإيراني موجود والنفوذ الأمريكي موجود والتخادم بينهم في 2003 كان موجودا لكن نحن ولا نتكلم عن حالة مثالية نتكلم عن حالة واقعية موجودة على الأرض هناك مصالح للمجتمع الدولي في العراق اليوم المشروع الإيراني بدأ يرفض داخل إيران قبل أن يتمدد قبل أن تصدر الثورة إلى الدول العربية إذا المشروع رفض في داخل إيران فبالتالي أنه هذا النظام سقط من إيران قبل أن يسقط في الدول الأخرى الذي يريد أن تصدير ثورته فبالتالي الصراع مستمر نعم كان هناك تخادم ما بين أمريكا وإيران في الساحة العراقية هذا لا يمكر ولكن الولايات المتحدة تحرك في مصالحها وهي مسؤولة على السلم والأمن العالمي كأقوى دولة في العالم فأعتقد الخلاف موجود أيضا والشعب العراقي طالب المستمع الدولي ليس فقط الولايات المتحدة لكن طالب المستمع الدولي وخاصة أعضاء الدائمين في مجلس الأمن فإذا التغيير قادم والنظام الإيراني ما عاد يصلح لإيران قبل أن يكون أنه لا يصلح في الدول العربية الأخرى كيف يمكن أن يؤثر الآن الشباب في استقبال هذه المقترحات التي يمكن اعتبارها بمثابة جس نبض برمي أسماء معينة وجس نبض الشارع حول هذه الأسماء التي ستتولى رئاسة الوزراء يعني شوف هو أنه اليوم الكلام باسم المتظاهرين من قبل حكومة تختزلها مجموعة وتتكلم أو تلتقي بهم هذا وارد جداً أحزاب تدخل إلى التظاهرات وتعطيهم شخصية واجهة بأنه هذا يمثل المتظاهرون هذا أيضاً كلها وارد لكنهم يعلمون أن الشعب العراقي لا يريد أي شخصية مرتبطة بإيران تقدم مصالح إيران على المصالح الوطنية هذا هو المعلوم بالضرورة أي شخصية تقوم بها من المتظاهرين لا يستطيع أن يؤيد بأي شخص هو قريب من إيران أو يقدم مصالح إيران على المصالح العراقية الموضوع ليس بأسماء وليس بأشخاص ما قامت بها الحكومة خلال هذه الفترة جميعاً فشلت لن تستطيع أن تأتي بأي شخصية باحتبار هؤلاء يمثلون أمتظرناً لا من رئاسة البرنامج نلتقى بهم ولا من الحكومة ولا من رئاسة الجمهورية مستشار الثقافي السابق للسفارة الإيرانية في الجزائر أمير موسوي قال أن قادة الأحزاب الشيعية طلبوا من قاسم سليماني التدخل مباشرة لإنهاء هذه التضاخرات هل من تطور جديد ربما سيحصل في الأيام المقبلة بعد هذه الدعوة وهذه التسريبات يعني هو ما قال شيء غريب حقيقة أن أمير موسوي ما قال شيء غريب قاسم سليماني موجود هو يفرض إرادته ويفرض أوامره وليس فقط إرادته بل هو لديه أوامر على الميليشيات العراقية فهو لم يأتي بشيء جديد ولكن على المستوى الإعلام أنه شخصية إيرانية دبلوماسية سابقا تتكلم بهذا الأسلوب فضحت هذه الشخصيات التي تدعي الوطنية بين إهلاليا فهذا هو الجديد فقط أما لم يأتي بشيء جديد معلوم أنه الميليشيات العراقية هيمنت إيران عليها واضحة وتطلب المساعدة من إيران وتطلب تدخل إيراني في العراق هذا الأمر ليس قريبا على الشعب العراقي ولم يأتي بجديد للشعب العراقي ولكن فضح أصحاب هذه الدكاكين السياسية بأنه أنتم من تطلبون ونحن من نستجيب لكم شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث سياسي سيد حسين سبعوي كنت حاضرا معنا في ستوديو الرفيجي شكرا